وانا سألتك ايه خصائص الاسلام ايه خصائص الاسلام اللي اختص بيها الاسلام واحد التوحيد اثنين الربانية تلاتة الشمولية اربعة ده موضوعنا بقى التوازن ان الاسلام دين التوازن خمسة العالمية دين العالمية ستة حضارة اليوم الاخر حضارة اليوم الاخر وبعدين سبعة المثالية الواقعية ودي برضو هنتكلم عنها الاسلام دين مثالي بس واقعي مش خيالي لا مثالي واقعي يبقى خصيصة الايه التوازن التوازن من عظمة الاسلام ومن خصائص الاسلام انه يوازن بين ايه بين الجسم والروح والعقل التلاتة دول احنا لو قلنا الانسان عبارة مثلا عن جسم وروح وما فيش عقل من الحيوانات كده من الحيوانات كده اي حيوان عبارة عن جسم وروح لكن احنا بنتميز عن الحيوانات بايه كبشر بن ادمين بالعقل اواخر سورة الاسراء وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ اخلي بالك من التفضيل هنا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا فربنا فضلنا على كثير من المخلوقات المخلوقات عبارة عن أربعة يعني الانسان والحيوان والجماد والنبات انسان وجماد وحيوان ونبات يعني دي دي الخلقنا ربنا خلق لكن الانسان هو المميز يعني بص النبات والجماد والحيوانات مصخرة للانسان لما تبص بصورة ابراهيم الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا بص كلمة بقى لكم حتتكرر كم مرة لكم يبقى الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلكة لتجريه في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين شمس بتطلع وتغيب تجيب يوم الأمر يطلع ويغيب يجيب شهر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليلة والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار يبعا ربنا خلق المخلوقات دي وسخرها ليك ترجمة نانسي قنقر